موسيقى قال يسوع هذا القول الشهير ولكن أطلبوا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم فلا تهتموا للغد لأن الغد يهتم فيما لنفسه يكفي اليوم شره لكن أطلبوا ملكوت الله وبره أطلبوا أولا أطلب ملكوت الله أولا يعني بكلمات بسيطة أن نكون منشغلين في حياتنا بأمور الله والله سيهتم ورح يتولى أمورنا أيضا المسيح أحبائي كانت رسالته رسالة الملكوت ابتدأ رسالته قال توبوا وآمنوا أو توبوا لأن ملكوت السموات قد اقترب فاتكلم ووعز عن هذا الملكوت الجديد طبعا المسيح بيتكلم لمجتمع معاصريه اللي في أيامه كان كان عندهم مفهوم الملكوت أن يوم من الأيام رح ييجي المسيح أو المسية ويثبت ملكوته أو مملكته على الأرض من أورشاليم وهذا الملكوت رح يتميز بالبر والسلام وأمور كثيرة وعندما سألوا يسوع عن ملكوت الله قال ها إن ملكوت الله داخلكم يعني في وسطكم موجود في شخص يسوع المسيح وهذا الملكوت يبتدأ بتتويج المسيح ربا وملكا على الحياة والكيان بيبتدى هذا الملكوت يتطور وينتشر مثل بزر صغيرة بتنزرع وتصبح شجرة كبيرة تأتي وتتآوى بها كل طيور السماء فهذا الملكوت اللي إحنا بننشغل ومننادي فيه أو كما قال يسوع لأحد التلاميذ وأما أنت فاذهب ونادي بملكوت الله ترجمة نانسي قنقر